السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي خصناها في الاستماسيون دياللي تخابو ديالن فيلا في المغرب. هي عملية مرتبطة بثلاثة ديال المتغيرات رئيسية. مع الاعتماد على نموذج ديالفيلا للأرض ديالحوالي ميتين متر حتى تلتميات متر. كيكون ممكن تبني فيها مية مترو تقريبا في كل مستوى اي حوالي تلتميات متر كاجمالي اه متراج بين جميع التوابق. المتغير الاول هو الاطار القانوني لصفقة. فهناك اللي كي بغيت هنا ويعطي البني والفينيسيون في صفقة واحدة. وعلى الاقل البناء الاساسي. فهذه الحالة كان نصحو بي انه يضبط دفتر التحمولات بحيث ما يسمحش المقاويل باي زيادات في الكميات بالنظام الفورفي. لان نظام المتري او بالعبار خصو درايات بيراب ادراد اوراش. باش ميزيتش عليك في الخر ديال ديالصفقة مفاجآت تقدر توصل الى خمسين في مياه. لكن نظام الفورفي اذا كان متقم زيان في العقد غادي يضمن لك بناء بحوالي الف وميات درهم للماتر مربع بالنسبة اللي يوروزور حتى ربع الف درهم اه شامل تشطيب العالي الجودة. المتغير الثاني تمويل صفقة. بالنسبة الناس اللي يفلوسوا مواجدين من الاحسن يوفروا حتى العشرة في المياه بفضل تموي اليد العاملة. بعيدا عن مواد البناء بحيث ان اليد العاملة غادي تقام عليهم 300 درهم للماتر الكبير وهنا ما نتكلمش عن الماتر الصغير لانه خصو المشاهد يكون عنده دراية اه مهمة بالميدان باش يقدر يتبعني. اما بالنسبة للمواد البناء فغادي تقام عليهم من 600 حتى 700 درهم وبجودة مناسبة حسب شكل هندسة الفيلا. وهنا غادي ندخلو المتغير الثالث واهم متغير وهي هندسة الفيلا. بحال هذه الفيلا كيتبلك شوية مع قدع وغادي تقام غلا. بحيث ان بساطة الدكورات وتموضع السواري بطريقة حيث الاستهلاك ديال الحديد كيكون اه كبير في حالة التبعود او البيطون في حالة التقارب ديال السواري. الى جانب نسبة الفتوحات وقترة اه البيبان وكل ما من شأنه تدخيم ميزانية النجارة. احنا في اه في الاخير غادي نقدم لكم خلاصة ديال التقديرات في كل جزء من الأشغال. يوم كتابت الجنجارة رأطى ميزانية يمنوا بعميةierte مليوم ميتاليك مئة وسبعين الف درهم. منوز غيبوا مئتين وخمسين الف درهم. دا كوزين تلاتين الف درهم. يعني لفرسيون اللولة اللي هضرنا عليها في المتغير اللول تقام بين مئة وعشرين مليون تا مئة وخمسين مليون. والا فرسيون دي غادي تقام بمئة وخمسين مليون حتى المئة وثمانين مليون. واخيرا لفرسيون طروة تقدر تقام حتى بكتر من جوز مليون دي لدرهم. شكرا على انتباهكم والى اللقاء في فرسة قديمة ان شاء الله.